يا شعب السودان ويا أمة المجد بيعيشنا الواقف على حفة التاريخ لمنع الوطن من الانزلاق للهاوية حقيقة هذه أيام عصيبة ولحظات كالحة يمر بها السودان من أفعال هؤلاء الأوباش الذين ينتشرون كالوباء على قرى آمنة وماطنون عزل هل يكون الحرس والنس يستهدفون الأطفال والنساء وما سلم منهم مال ولا عرض غتل ونهب وزل ومعروف للجميع وموسق بواسطته الآن أصبح الأمر واضح وهو مشروع صهيوني الغرض منه السيطرة على موارد الدولة والاستعمار الجديد للسودان عبر الزراع عسكري وهو الدعم السريع وحضنته السياسية أحزاب اليسار ودول طوغ المؤامرة التي تدعمهم وتفتح حدودها لإسنادهم اللوجسي حقيقة الاحتماد وانتظار المجتمع الدولي لإدانة الدول الدعمة وتسمية الماليشيا بينها مجرمة وعقابها وزر للرماد في العيون وما شار إليه الهالك حميتي غايدهم المجرم لقطعانه في قطابه الأخير تطبيق الخطبة هي غتل المدنيين وهو ما نراه الآن حقيقة واضح وشغل الرأي العام لخلق جفوة بين الشعب وقواته المسلحة التي حققت انتصارات داوية في كل المسارح بغرض تطبيق البند السابع إلا أننا نقول لغيادة اللوات المسلحة بالفم المليان لا يمكن الصبر تحت هذا العدوان وعلى هذا العدوان صعي ضعفية ولا يجوز التأخر عن نصرة نسائنا وشيبنا نراهم يزلوا ومواطنين ينزحوا ويقتنوا ولا يمكن تحمل رؤية رجال يتم ذلهم أمام أسرهم بانكسار أمام أعراضهم المنتهكة فهؤلاء هم يجبرون على ذلك لأنهم لا يحملون سلاح ولا نبري زمة الغيادة بعد اليوم ما لم نعلم ما سيقول إليه الحال من سوء لأسوأ مغامة به المليشي هي حقيقة حالة استياء وغضب نتيجة للصدمة من استسلام غادتها وهو حقيقة هذا العمل لا يحسب نصر لهم إنما هو عمل جمان سواء كان مهاجمة غورة آمنة أو غصف عشوائي لبعض الأحياء عليه من الآن أي استسلام لأي غايد منه لا مكان له في الإعلام ولا نصيب أو حص أو وعد إنما إفاه من الحق العام وهو حق الدولة أما الخاص فلا تنازل عنه البتة ويوم الحساب آتي إلى محال على الدولة نتحدد موقف الواضح وكفاية تردد والوار مادية والمعسكرات حقيقة لا تنتظر إلا بالانضمام إليها مباشرة ممكن ردنا عشرات المرات إنه المعسكر الشرقي روسيا والصين وبغية الدول التي منضم إليها هي الأجدر عشان نضمن استخدام الفيتو ضد أي غرار لا يكون في صالحة أو لا يغف موقف المحايد أنت لا تستطيع لهمه فعليك تحديد المعسكر الشرقي سواء كان بشراكة سواء كان بانضمام واضح تحريك المتحركات في كل المحاور في زمن واحد اللي هو النشاط المزاوين واشرنا لي حقيقة أكثر من مرة وما تحتاج لدرس عصر وهي من أبجديات التكتيك لأنه لا يعقل أن تتحرك الماليشيا وتجمع لها عشرين عربية وخمستاشر موتر من جهة وتهاجم غرية وغواتنا مرتقزة بمثالية في محبور بإمكانيات عالية جدا وسيطرة جوية نحن نعلم أن المشاء صيدة المعارك بعد الطيران تدخل الغوات سواء كان بمفرزة أو من تيم غتال أو مجمعات غتال للحق بالغوة التي استهدفت الغرية وإبادة الغوة الهاجمة والإتيام برأس المزيل مثلا الباشمهندس الطيب الطاهر بالسريعة كنا ننتظر حقيقة أن تباد هذه الغوة ليشفى غليلنا وحقيقة نبقى مواطنين هنا نحن وتتكسر كل النظريات العسكرية الغيادة والسيطرة غيروا أسلوب الغتال واستعجلوا فقد نفض الصبر وطال الانتظار عاش السودان مجيدا بنصره والخز والخسران للغتل والماجورين والعملة والأيام بيننا اللهم تغبل الشهداء واشفي الجرحة وفي قيد الأسرة ونصرا عاجلا غير آجل ومن نصر إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فار ég aropnum einhverðurmursal